شوط بلمحات شوط بفرص ولكن يعاب حسب رأيه على الفريقين ما شفنا السحوات ما شفنا السيطرة واللعب على تغيير لعب من جانب لعب للأمام ماكو تحول الشيء الآخر من النواحة الهجومية يعني ما شفنا فريق الجوية لا مويد على الجانب كن مرة ومرتين سامح سعيد نهائيا ما صعد الجوانب للدفاعية يجب أن يكون هناك واجبات هجومية هلنا بكنا نتكلم عنه وتكلمنا عنه قبل المباراة أنه نادي القوة الجوية يركز كل تركيزه ويكون جدا منظب بالنسبة للدفاع ولكن أنت اليوم أمام الزوراء ثلاثة نقومه عبارة عن دوري فعساس أن تفوز على الزوراء بهذه الطريقة وخصون الزوراء يمتلك خط هجومي قوي لا بد أنك تبادر بالهجوم فإذا ركزت على الدفاع همه بادروا في اللقطات احنا طلبناه شون ببنات الهجمة كرات طويلة هجومية مرتدة كرات مرتدة سريعة واحدة قطعها ميدو يعني ميدو قطعها هاي الدقيقة 13 و40 ولعب كرة وأصبح اللعب خمسة ضد خمسة خمس مدافعين للدوراء شوف وأنا طلاله هاي يعني مباراة حمادي غير رياحي فلس هي هاي دقيقة ثانية هاي هاي ملخص هاي مفروض هاي مفروض يعني هدف حمادي ولكن براعة الحارس محمد قاصد سيد علي الزاوية وسيد علي ملطا رؤية يعني أكثر ولكن بالنسبة لخمسة واربعين دقيقة كابتا مجبل هل المدرب علي الهادي قادر فريق بالطريقة السليمة صحية هل أتتفق معاه بالطريقة اللعب فيها أنا أتتفق معاه يعني احترم فريق جومية خارقة بصراحة تتمثل في بوهند وعلا ولوأي وكذلك الظاهرين يعني علام هاوي من خيرة المدافعين يجدون الجوانب الهجومية دقيقة 32 هاي أول فرصة لفريق الزاوراء دقيقة 32 حلو يعني هاي هاي أول خطأ أو يعني وقعوا فيه قوة الجوية أي وقعوا فيه بعدها مراقبة لأنه كان فراق بين سامح وبين أخو سامال هو يستغلها مهند حلو كابتا حارس بالنسبة الزاوراء والخط الهجوم بالنسبة لخط الزاوراء هو في مواجهة صد يعني مواجهة بنفس الوقت هو قاعد يعاني من الهجمات المرتدة والكرات الطويلة بالنسبة لدفاعة يعني دفاعة أنت عندك فيه خلل بنفس الوقت أنت مستطيع توصل حك مرمى قوة الجوية إبراهيم سؤالك مهم جدا بسبب لا العاب حسين عبدالواحد بسبب أنه لاعبين مثل حيدر أو علي لطيف ما موجودين حسين عبدالواحد وزاهر ميداني اثنين هم رجعوا كلاعبين في الدفاع فوين ضاع ضاع صناعة الألعاب يمنقر عالية لأنه لعب استلام وتسليم لو نجل الهدف اللي يسجل على فريق القوة الجوية بصراحة يعني هو هدف جميل باللعب استلام وتسليم بين علاو مهن علاو مهاوي علاو متمكن ولكن بصراحة الشفاء حسين تزديدات مهن فهد طالب يعني هو كل مسؤول فأعتقد هاي الحالة لا تؤثر على على فهد طالب فهد طالب حارس مرمى دولي ومتمكن وحارس مرمى منتخب الأولمبي فهد لا تأثر عليه بالمقابل أنا أشيد بالحارس حارس مرمى بمدربة عماد هاشم اليوم حبة قاصد كان أحد وجم المباراة قدم أداء جيد وكان جاهز لهذه المباراة وخاصة بالشوطة الثانية كابتن حارس يمر ظروف صعبة عند غيابات عند خط هجوم قوي ولكن بالمقابل اللعبين لا مستلوين مبالغ صار لهم فترة طويلة يعني ضغطات النفسية بغض النظر بمات مرتدة وعنده جدار دفاعي قوي فكان يعني يبني الهجمة يكون حذر فيها لأنه ضعيف في الدفاع بنفس الوقت الهجمات المرتدة قاعد تشكل عليه خطورة فكانت الحلول قليلة شوط ثانية تغيرت يعني نشوف أنه غير من شخصيته وغير من طريقة لعبة إبراهيم اليوم نقول يعني مبروك لزوراء على هذا المستوى المميز بصراحة وأنهني كابتن باسم قاسم مقابل ثلاث لاعبين مهاجمين عدي جفال طلع وأيضا مهنة عبد الرحيم له أي صلاح للإصابة وزج ثلاثة لاعبين في الهجوم وهو طبعا فايز يعني وبعكس كابتن عد أخرج هو بشار رسن وزج بسام قابل اللاعب في الارتكاز الدفاعي الأسلوبين للمدربين كان واضح أنه يريد كابتن باسم قاسم يريد يفوز المبارات اليوم بصراحة سيطرة تامة في الشوط الثاني للزوراء وعلى الرغم من أفضل المبارات الثانية شفتها بالنسبة لكرار محمد كلاعب ليبرو في الناحية الدفاعية وأيضا مثل ما قال كابتن مجبل يعني محمد قاصد هؤلاء اللاعبين مع علام هاوي مع اللاعبين إحسين وأيضا في الدورية أنا صورة أنه اليوم يعني معها